انضمت فرنسا عمليا إلى محاربة تنظيم الداعش جويا في سوريا ونفذت طائراتها أولى طلعاتها الاستطلاعية الخطوة الفرنسية تأتي على واقع تطورات سياسية وميدانية في المشهد السوري أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن طائرات تتبع لها من نوع رافال المقاتلة قامت بأولى طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق الأراضي السورية في مهمة لجمع معلومات عن تنظيم داعش وتأتي المهمة كمقدمة لتوجيه فرنسا ضربات جوية إلى مواقع داعش في سوريا إلى ذلك رفضت بلغاريا طلبا روسيا باستخدام مجالها الجوي لرحلات إمدادات إلى سوريا وقالت متحدثة باسم الخارجية البلغارية إن سبب الرفض يعود لتوفر معلومات كافية تثير شكوكا بالغة في شحنات الطائرات الروسية فيما رفضت اليونان طلبا أمريكيا بمنع الطائرات الروسية من عبور مجالها الجوي في طريقها إلى سوريا ميدانيا شن المسلحون أغلبهم من النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا هجوما عنيفا على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب بدأ بسيارات ملغومة فيما نفت مصادر حكومية أنباء عن سيطرة التنظيم داعش على حقل جزر النفط بريف تدمر وأكدت أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين الطرفين في المنطقة وأن الجيش يتقدم نحو تدمر وبالتزامن سيطر الجيش على حرط الماس بالزبداني بعد اشتباكات مع المسلحين المتحصنين وسط المدينة من جهة أخرى بدأ صباح اليوم تنفيذ الخطوة الأولى من المصالحة الوطنية في بلدة الحسينية بريف دمشق حيث لوحظت عودة الأهالي إلى منازلهم